موسيقى الخارجية تنتقد طرد روسيا أربعة من موظفي سفارتها في موسكو وزيرة الإعلام وأور إيف يتفقاني على تعديل قانون تحصيل رسوم جيس النمسا توقع عقد تبادل الغاز مع ألمانيا رداً على تهديدات بوتين محكمة العدل الأوروبية ترفض الترحيل من النمسا إلى سوريا والنمسا ترفض تسليم أمريكا تاجر مخدرات دولي تفاصيل النشرة على شاشة النمسا ميديا أهلا بكم وفي خبرنا الأول انتقدت وزارة الخارجية النمساوية قيام روسيا بطرد أربعة من الموظفين بسفارتها في موسكو وقالت أن القرار يفتقر إلى أي أساس قانوني وشددت المتحدثة باسم الوزارة على أن موظفي السفارة النمساوية المعنيين ملتزمون بالقواعد الدبلوماسية المعمول بها دولياً وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها الخميس أنه يجب على أربعة موظفين مغادرة البلاد بنهاية يوم الثالث والعشرين من فبراير وقال السفير النمساوي بيرنر ألم هوفر لم يتم تقديم أي ادعاءات محددة ضد دبلوماسيين باستثناء تصريحات لا أساس لها وإشارة مبهمة مستندة إلى رأي أجهزة أمنية اتفقت وزيرة الإعلام سوزانا راب ومدير أور إف رولاند فيسمان على تعديل قانون تحصيل رسوم التلفزيون الإلزامية المعروفة باسم جيس وحسب الاتفاق الأولي سيتم تحصيل الرسوم من الجميع ولكن مع تخفيض قليل من القيمة الحالية وتعهد فيسمان للوزيرة راب بخفض التكاليف السنوية للقناة بما يصل إلى 300 مليون يورو بحلول عام 2026 فيما يعفى من الرسوم كلما يثبت حصوله على الحد الأدنى من الدخل ومتلقي الرعاية الاجتماعية وينتظر القرار تمريره عبر الشريك الحكومي الأخضر لعرضه على البرلمان لاحقا وقعت ألمانيا والنمسا اتفاقية لنقل الغاز بين البلدين بحيث يتم نقل كميات الغاز المخزن بين ألمانيا والنمسا في حال حدوث نقص وحسب وكالة الأنباء النمساوية تم الاتفاق على المسؤولية المشتركة لألمانيا والنمسا لاستخدام وملء منشآت تخزين الغاز الطبيعي في هذه الدخوة سبعة منشآت أخرى ووفقا للاتفاق فإن الهدف هو ملء منشآت تخزين الغاز التي تقع في النمسا العليا والتي تم ربط معظمها بالشبكة الألمانية وأكدت وزيرة الطاقة جيوسلر أن هذه شبكة أمان للرد على محاولات ابتزاز بوتين رفضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي ترحيل طالب لجوء فلسطيني عديم الجنسية إلى سوريا لأنها غير آمنة بعد أن ألغي لجوءه في النمسا وجاء في القرار يمكن لدول في الاتحاد الأوروبي أن تلغي رسميا صفة اللجوء لمواطن دولة ثالثة بسبب جريمة خطيرة أو خطر وشيك على المصلحة العامة ومع ذلك فإن الترحيل غير مقبول إذا كان الشخص المعني في خطر في بلده الأصلي وقد منحت أن نمسى اللجوء لشاب فلسطيني بعد ارتكابه جريمة خطيرة تم تجريده من حق اللجوء وفي نفس الوقت تم إلغاء القرار لأن حياته في سوريا ستكون في خطر رفضت محكمة غراتس العليا تسليم التاجر مخدرات دولي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأنه زعيم مافيا في النمسا وحسب أور إف تم القبض عليه في شتيامارك في أبريل عام 2021 بناء على طلب أمريكي وفي وقتها أعلن القضاء النمساوي أن تسليمه إلى الولايات المتحدة مسموح به وبعد تحقيقات استخباراتية معمقة واستئناف للحكمة من محامي تبين أن النمسا هي المعنية بالتعامل مع قضيته حيث ثبتت تجارته بالمخدرات في النمسا على نطاق واسع نهاية النشرة وقبل الختام ننوه أن إنفوغرات بالتعاون مع رابطة المرأة العربية النمساوية أطلقت حملة للتبرعات للسوريين بعد الزلزال المدمر كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم شاركونا بتعليقاتكم ورأيكم كنت معكم أنا هيفا ألقاكم في نشرات لاحقة إلى اللقاء شكرا